يجر إلى هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فالإنسان إذا كان له فراغ يشغل هذه النفس بتأديبها بتقويمها بتسديدها على الطاعة والقربة نعم يحفظ القرآن ويتعلم الشرع ويتعلم حرف يسترزق بها هذا هو الإنسان والله المؤمن حاله ليس إلى فراغ وإلى كساد بل العكس يعني الإنسان يعمر أوقاته بالطاعة لهذا سبحان الله هذا المتطفل على أمور الناس وخصائصهم ودقائقهم يعني سبحان الله ولو كانت مصادره قيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال فالإنسان يحاول ما استطاع أن لا يتدخل في شؤون الناس فالناس يبغضون هذا الأمر بل يعني الناس يعني إنسان إذا تدخل في حياتهم فهو مذموم عندهم صح نعم وإنسان وكثير من المعروف عند الناس معروف نعم يشار إليه بالبنان صح فلان يتتبع عورات الناس يعني ولم يترك فلان ولا علان ولا فلان ولا علان نعم وهذا خلق والله ذميم خلق ذميم لهذا الإنسان دائما يحرص على على أن يبتعد عن هذه الأمور كما أن الإنسان هذا الذي أردت أن تجعل له يعني معايب وكذا كذلك هذا المشتغل بعيوب الناس له مثالب نعم وكما له هو كذلك حرمات كذلك لهذا المشتغل بالناس له محارم لهذا يقول الإمام الشافعي ورحمة الله عليه لسانك لا تذكر به عورة مليئ وكلك عورات للناس ألسن وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها وقل يا عين للناس أعينهم نعم الجزاء من جنس الحمل أخي صلاح جزاء الوفاقة الإنسان والله والله وبالله وتالله يعني لو سلط لسانه على الناس نعم على الناس والله ستسلط عليه ألسن ولو بعد حين ألسن حداد والله يعني تفضح أمره وتهتك سترة لهذا الإنسان يحذر لهذا يقول ابن رجب رحمة الله عليه قال بعض السلف أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوب وأدركت أناسا كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فسطرت عيوبهم يا الله كما تبينوا تبعا بارك الله فيك الأيام دول يوم لك ويوم عليك لهذا والله أنت تأمل تأمل الآن كم من صدور أغرت وكم من ضغاء حلت وكم من أسر تفككت وتفرقت وتمزقت بسبب ماذا بسبب شرارتها بدايتها الاشتغال بما لا يعني نعم والله الآن كم من أناس سبحان الله نحن نعيش الواقع والله أرادوا تفكيك أسر ففكك الله أسر سبحان الله كم من أناس أرادوا أذية إخوانهم فانقلبت الأذية عليهم هذا الإنسان لا بد أن يحذر ولا بد أن يحطاد والإنسان ينشغل بهذه النفس التي بين جنبيك هي نفس أمارك بالسوء نعم بارك الله أدبها على الفاضل من الأعمال والأقوال والأفعال نعم هذه يعني نحن الإنسان يؤدب هذه النفس التي بين جنبيك لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث العظيم قال إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكرهم تفسافها يعني حقيرها ودنيها وتوافها الأمور التي تنبئ عن الخسة والدناء نعم الإنسان يعني إذا كان معروف بهذه الخصال فهو يعني إنسان فيه نفر ينفر منه الناس صراحة المجتمع ينفر منه لهذا ابن قيم رحمة الله عليه في كلام جميل يقول في كتابه مداج السالكين قال رحمة الله عليه فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع الورع كله في كلمة واحدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي وقال ومعنى الترك أن يترك يعني ما لا يعنيه قال في الكلام وفي النظر وفي الاستماع وفي البطش وفي المشي وفي الفكري وفي كل الأمور الظاهرة والباطنة قال فهذه كلمة كافية شافية في الورع